وطبعا لما نقول على الصليب في كتير أحباء اللي بينكروا فكرة الصلب وبينكروا القيامة فليه الصليب وليه القيامة؟ الصليب يعني فدى هو الذبح العظيم اللي لما أبونا إبراهيم راح يقدم ابنه وبالتالي الله قال له ارفع ايضاك وطلق نظر وإذا في كبش قريب بالغابة أقدمه عن ابنه فالمسيح أنا أذكر مرة كان عندي شيخ صديق إلي عزو وسألت وقلت يا شيخنا ليش في القرآن ذكر بذبح عظيم ليش أطلق كلمة عظيم على حيوان قال لي لأن هذا الذبح العظيم هذا الخروف اللي ذبحه أبونا إبراهيم نزل عليه من السماء قلت بالضبط هذا هو المسيح الذي نزل من السماء حتى يفدي البشرية كما فذا الكبش فذا ابن إبراهيم إسحاق